السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات النقاش معكم حاتم المرابط اليوم سوف نصلت الضوء على موضوع مهم مهم جدا سقوط طائرات الروسية وتحديدا ستكلموا على سقوط طائرات الروسية في القوات الجوية ديل دولة الهند باعتبار ان الهند هي اكبر دولة كتشري بزاف ديل الطائرات او كانت كتشري بزاف ديل الطائرات الروسية واستعملتهم تقريبا في كل حروب دياله لكن الموتير الجدل هو انه نفس الظاهرة مثلا يسقوط طائرات الروسية في الجزائر كي نحتفل الهند وفي دول اخرى كتشري بزاف نوع من السلح الهند مثلا غير على مستوى طائرة الميغ فقط شرت من الروسية تقريبا كثر من 872 ميغ روسية 872 طائرة شرت الهند من عند روسيا تصوروا معي كثر من 482 طائرات ميغ ميغ طاحت بين 1971 و 2012 و بين 2012 و 2016 كثر من 28 طائرة روسية طاحت في الهند و بين 2016 و 2021 كثر من 8 طائرات يعني تقريبا في المدة كاملة كثر من 500 طائرات ميغ طاحت من اصل 870 طائرة التي شرتها الهند من روسيا 500 طائرة من اصل 872 طائرة كلها طاحت هنا سوف نتحدث عن نسبة فوق 50% تحطم طائرات الروسية في دولة الهند مع الاسف مع كل هذه الحوادث مات كثر من 171 طائر حربي و تقتلون 39 مدني و 8 جنود هذه المدنيين والجنود ماتوا جراء تحطم طائرات على الارض كلها ستساءل لماذا هذه الطائرات كاملين ماتوا من اصل اكثر من 500 سقوط للطائرات لان اغلبية هذا البيلوت او هذه الطائرات يبقى في الطائرة و يوجهها لكي تحطم بعيدا على السكان يعني في مكان خالي يعني يضحيوا بالحياة لكي ينقضوا السكان في المدن او في القورة لان هذه الحوادث اغلبية كانت قريبة من المدنيين فهو ممكن يخرج من الطائرة من اللحظة الاولى و يخدم البراشوت كما نقول لكن في هذه الحالة ممكن الطائرة ان تطيح للمدنيين و للسكان و تدير عدد كبير للوفيات بطبيعة الحال بناد 500 حادثة لطائرات الميغ هنا كنت تكلم عن كل انواع و كان انواع طائرات اخرى طاحت ولكن الميغ هي المشورة في العند و يسميها بالتابوت الطائر نظرا للعدد الكبير للحوادث والعدد الهائل للطيار الحربيين المتمرسين اللي ماتوا بالسبب دياله لكن للامانة و خاوكا كانت تقاوعة 5% للحوادث للطائرات سبب هات تجربة ديال الطيار عموما حسب التقارير و التحقيقات الهندية المشاكل التقنية هي السبب الاول في سقوط هات الطائرات ايضا كانت سجلوا الجودة للقطع الغيار لما كانت تكون في المستوى و منظمات كبيرة حقوقية تهمت وزراء الدفاع و مسؤولين في الجيش الهندي انهم عقدوا اتفاقية مشبوهة ديال شراء قطع غيار لهات الطائرات الروسية غير صالحة مقابل عمولات كانت تدوزهم اليوم روسيا في الابناك الاوروبية هذه بطبيعة الحال كيدكرنا بصفقات كبرانات الجزائر مع روسيا اللي حتى وما كيعيشون نفس المشاكل التقنية و نفس الحوادث من الطائرات لا تكون بنفس العدد نظرا لان الجيش الهندي كي شركة كبيرة من السلاح ممكن المقارنة مع عدد الطائرات لكثير من جزائر من روسيا صوروا معي جودة هذا الطائران الروسي كلف الهند ملايير الدولارات كخسائر مادية نظرا لتحطم هذه الطائرات الروسية وايضا كلفهم حياة امهر واقوى الطائرين الحربيين اللي كان اغلبيتهم الساحقة طائرين متمرسين وعندهم تجربة كبيرة في الطائران بحال الهند تحارب رأسه باستعمال الطائران الروسي اللي اثبت في اغلبية الدول اللي تعتمد عليه على الرداء خاصة في نقطة مهمة اللي تتعلق بالصيانة مثلا في الجزائر على مساوى اقل من الهند هذا الاخير اللي شرت كثير من الف طائرات روسية و ممكن نقارنوها بعد الطائرات اللي شرت من الجزائر لكن الجزائر مثلا في ضرف 15 سنة عرفات كثير من 13 الحادثة عسكرية و حربية مميتة دي الطائرات الروسية في 2003 في 2006 في 2010 تحطمت طائرات ميك سبع عشرين في 2012 و في نفس السنة ايضا تزاد طائراتين من نوع ميك تصوروا معي تزاد حاس طائراتين طائرات دخلت في طائرة و ماتور بعض الطيارين اللي كانوا فيهم واشعرتوش نوى طائراتين من نوع ميك تصدموا بيناتهم يعني رأي كان مشاكل كبيرة وخالل في المنظومة ديال الرادارات والمنظومة التقنية ديال الطائرات في 2014 ربعات الحوادث 2015 2016 2017 2018 وهذا شيء غير مدك لاري اما ما خافية كان اعظم يعني بمعدل حادثة الى حادثتين في السنة تتحفيع طائرات روسية في الجزائر وما كان الشيء سنة تزم غير ما تتسجل الجزائر لمقارنة مع هند كيف مغنرة اما ما تشريش بزياء الطائرات ومع ذلك نسبة التحطم في الجزائر تبقى عالية جدا للطائرات الروسية الهند مؤخرا تحاول تنوع من صفقة السلاح وبدأت تشري من الكثير من الدول كالولايات المتحدة الامريكية فرنسا اسرائيل الصين بريطانيا خاصة انها جربت السلاح الروسي لمدة عقود وكانت مجبرة انها تكمل به لانها عشرات كمية كبيرة منه في الاول وكي تعوض كثير من الف طائرة روسية رائعا ما سهل كانوا في الاول مجبارين يعودوا كل طائرة تتحطم يعني تقريبا عودوا خمسمائة طائرة روسية اللي طاحت لهم ودبرهم تضروف التقارير على انهم من الفين وخمس وعشرين يخرجوا ما تبقى من الطائرات الروسية القديمة الغير الصالحة للخدمة العسكرية واللي كتكلفهم خسائر مادية كبيرة وخاصة الخسائر البشرية في الحوادث المميتة اللي ماتوا فيها العشرات من الطائرين المتمرسين اللي دخلوا حروب كثيرة وكان في الجوع بديلهم كتر من الف وخمسمائة رحلة طائرة واللي كان ملاحظ في التقارير انه اغلبية هالطائرات مطاحت في المناورات الحربية او في الحروب بل حوادث وقعات في رحلات جوية عادية جدا تكون الطيار غادمة بمعليح تكتبط بالطيار الجزائر بكل فرح بالنسبة المغرب ممكن لاتختار شراء الطائرات ديالها من دول اخرى هي مجبرة كزابونة وفية لروسيا انها دائما تبقى تشري كتر من 90% من السلاح الروسي وخووا ما عارفين ان السلاح او اغلبية الصفاقات هي صفاقات مصالحات خاصة كل ما يتعلق بقطع الصيانة او قطع الغيار لكن الكابرانات يدرون معهم البيزنس هذه هي دوين بيزنس اللي يدرون عليها وبالتالي الفضائح اخرجوا الوجود مؤخرا مثلا في اوكرانيا حضرت الجزائر من ان الروسيا تغشون في صفاقات بيع الطائرات الحربية وكتبيع لهم طائرات فيهم مشاكل تقنية ومشي نفس المواصفات التي طلبت الجزائر وهناك نتكلمو مثلا على صفاقات ميك 29 الفاسدة والمغشوشة لشرعتها الجزائر روسيا دائما كتبيع السلاح دياله غير بالاعلام والتهليل والمبالغة في نفخ المنتوج وكتعتمد على دول كالجزائر اللي كتشري من عندها وتعتبر جزائر بالنسبة لروسيا هي البقرة الحلوب دياله اما على ارض الواقع مثلا في استعراضات العسكرية ناخد المثال دبابة ارماطة اللي هللوا لها كثير وفي الاخير وقفات اونطان وهي كدل الاستعراض امام الكاميرات للعالم اما السخوة اللي كتطيح بحد دبابة اللي سيطى على فليتوكس فحديت ولا حرج ومنسو الصواريخ اسكندر اللي مخدموش في الحرب الاخيرة في الجيش الارميني منظومة الدفاع الاس 300 للدرونة التركية والاسرائيلية كتوقف فوق راسة لمدة ساعات قبل ما تضربها وتدمرها كاملا اه ونسيت واحد النقطة مهمة ما تكلمت عليها الهند والصين مؤخرا من ان كيبغيوا يشريوا شي سلاح من عند روسيا ولو كيفرضوا عليها ان تنقل لهم تكنولوجيا لتصنيع خاصة فيما يتعلق بقطاع الغيار ديالهم لانهم جربوا الشركة الروسية والفساد ديالهم والغشد ديالهم من ان كيوفروا اليهم وكيبيعوا اليهم القطاع ديال الصيانة الجزائر الدويلة الوظيفية المسكينة لا تقدر تفرض نقل تصنيع بحل سيادة في الهند والصين وحتى المغرب اللي يصنع الاسلحة ديالهم والجزائر ستكتافي بشراء السلاح المخشوش الروسي طلبا لود بوتين وردة بوتين عليهم ونخرجوا قليلا على الموضوع وبمناسبة ذكر الروسيا فهي من اكبر حلفاء اسرائيل لماذا تتشرون من عندهم وكتربحون مليارات دولارات جزء من هذه المليارات دولارات ستمشي من روسيا كمساعدة الاسرائيل يعني الجزائر تساعد اسرائيل بطريقة غير مباشرة المهم هذه كانت نبدأ على السلاح المستعمل عند القهرة الكحلة الاقليمية التي جاءت منها والذي قال لك غيخ العوبة عن المغرب دقوا سكات وتحية الجيشنا المغربي وتحية خاصة البندر درون وما كان غير بندر وزيد بندر شكرا على متابعة ديالكم والدعم ديالكم كان معاكم حاتم المرابط السلام